يحتفل أردنيون بكل معاني الفخر والاعتزازي في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام بذكرى معركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها بواسل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أروع انتصاراً على الجيش الإسرائيلي وضمخوا بتضحياتهم ودمائهم الزكية تراب الوطن الغالي وبمناسبة معركة الكرامة ويوم الأم رعى سيادة المطران خريستوفور سعطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس احتفالاً بدير الروم الأرثوذكس في الفحيس اجتمل على عدداً من الفقرات الفنية والوطنية لكرال البشارة وفي ختام الحفل تم تكريم عدداً من السيدات والأمهات والمعلمات بحضور عدداً من الفعاليات الدينية والرسمية والشعبية وبذات المناسبتين رعى سيادة المطران خريستوفورس الاحتفال الذي أقامته شبيبة القديس جورجوس والكشافة ومدارس الأحد الفحيس حيث تحدث سيادته عن أهمية الأسرة والتوافق بينهما وبين الكنيسة والمدرسة ودور الأم في دعم الأسرة بالتعاون مع الأب وتلى ذلك كلمات لعدد من الطلاب عن الأم وقصيدة شعر عن الكرامة حضر الاحتفال رئيس البلدية وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية والاجتماعية في المدينة ترجمة نانسي قنقر